اعلان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي موعد الانتخابات النيابية المبكرة في يونيو المقبل اضاف الى ازمات العراق ازمة وجدلا بين القوى السياسية ووسط ترحيب شعبي تراوحت ردود الفعل السياسية بين الترحيب والتحفظ والرفض فيما رأى مراقبون ان هناك من يرحب في العلن ويعمل في الكواليس لافشال الانتخابات خوفا من نتائجها الا ان الدعوة لهذه الانتخابات اثارت جدلا قانونيا سواء حول الجهة المخولة تحديد موعد الانتخابات او لجهة الاجراءات الواجب اتخاذها قبل الانتخابات فمن يحسم هذا الجدل حول الانتخابات في العراق لمناقشة هذا الموضوع معنا من اربيل عضو مجلس النواب العراقي السابق محمد نوري عبدربو معنا من بغداد الكاتب والباحث السياسي وائل الركابي مرحبا بضيفي استاذ نوري مساء الخير كل عام انت بخير هل دخلنا في الان في مسألة جدل ليس فقط سياسي ولكن ايضا اجرائي وقانوني حول من له الحق في تحديد موعد الانتخابات هل الامور الاجرائية والقانونية جاهزة اصلا لاجراء انتخابات مبكرة في هذه المرحلة شكرا لكم وكل عام وانتم بخير وتحية لكم ولمشاهديكم الكرام ولظيفكم الكريم نعم من الناحية القانونية الحكومة تقترح والبرلمان يوافق على اجراء الانتخابات وهذا ما ينص عليه الدستور عمل الحكومة التنفيذية هي ان تحدد موعد الانتخابات وتكون جاهزة لهذا الموعد بعد ان يقرد داخل مجلس الوزراء ثم يعلم بذلك البرلمان بعد ان تؤيد المفوضية المستقلة للانتخابات قدرتها وامكانيتها على اجراء الانتخابات في الموعد الذي يقرر من قبل مجلس الوزراء ما حدث هو انه السيد الكاظمي اثبت جدارة في هذا الموقف واعلن عن موعد الانتخابات التي تستطيع الحكومة التنفيذية على اعتبار هو من يرأس هذه الحكومة ان يجري الانتخابات في شهر السادس من عام 2021 بردة فعل حقيقية من البرلمان طلب ان يكون هناك موعد اسبق او اقرب من هذا الموعد بناء على المادة 64 من الدستورة التي تنص على ممكن حل البرلمان بطريقتين الطريقة الاولى هي تقديم ثلث اعضاء البرلمان بهذا الطلب او بطلب من رئيس الوزراء طيب سنعود الى هذا السيناريو او هذه الاحتمالية بعد قليل نعم استاذ نوري استاذ وائل مساء الخير مرحبا بكم هنا ايضا في هذا النقاش فقط بعض الاخبار العاجلة التي مرت اسفل الشاشة حول الموضوع الانتخابات العراقية المتحدث باسم الحكومة العراقية يقول ان قرار رئيس الوزراء بشأن الانتخابات المبكرة لم يكن رد فعلا على اي صراعات سياسية يقول ايضا المتحدث باسم رئيس الحكومة لا نريد تكرار تجربة انتخابات 2018 التي ادت الى ما نحن عليه الان استاذ وائل ما رأيك البعض يعني قال ان هذا قرار يعني رد فعل على بعض النقاشات بعض المناكفات السياسية ولكن بحسب المتحدث الان ان هذا القرار لم يكن نتيجة لذلك وانما لعدم تكرار تجربة 2018 التي ادت الى ما وصل اليه العراق اليوم ما رأيك في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك استاذ مهند ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام وكل عام وانتم بخير ان شاء الله حقيقة يعني ليس هناك من عراقي لا اتصور انه يرغب في الانتخابات بعد الازمات التي حدثت والتي مرت بها على الاقل منذ حكومة السيد عادل عبد المهدي الى الان لكن لو تسألني انا كمواطن اتصور انه القضية هو التشكيك في مصداقية نوايا السيد رئيس الوزراء او هذه الحكومة التي اعطت تاريخا محددا في حزيران القادم عام 2021 تحديد للانتخابات انا اتصور انه الوضع الذي يعيشه البلد الان ازمات في ازمة الكهرباء ازمة في موضوعة الرواتب العقد الذي تم ما بين تجديد العقد لشركات الرواتب في النقالة كل هذه الامور جاء اعلان وقت رئيس الوزراء لكي يحدد موعد الانتخابات وكأنه هروب الى الامام واشغال الرأي العام بس الكل موافق مع الخطوة هذه الكل موافق يعني البعض مصالب اصلا بانتخابات اكثر تبكيرا يعني كما سنشاهد بعد قليل السيد الحلبوسي رئيس منجلس النواب رئيس تياري الحكمة عمار الحكيم يؤيد هذا القرار السيد هادي العامري رئيس تحالف الفتح يؤيد هذا الموضوع لماذا تشكك انت اذا في مصداقية مثل هذا التوجه يعني انا اشكك في القرار ابتداء من قبل الحكومة وثانيا لا يستطيع احد ان يعارض اليوم امام رغبة شارع يدعو الى الانتخابات المبكرة لكي يخلص من هذه الوجوه السياسية لكن هذا التشكيك من الذي هو يمسك ادوات العمل يعني اليست الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية هذه الثلاث رئاسات هي المسؤولة هل هي فعلا صادقة تضحي بسنة زمنية من عمر الدورة الانتخابية وتتنصل عن استحقاقاتها وعن امتيازاتها انا اتصور هذه خطوة اعلنتها الحكومة ورد عليها رئيس البرلمان الحلبوسي لكي يريد ان يقول لهم العمل ليس بيد الجهة التنفيذية انا البرلمان يخشى من حل البرلمان وبالتالي المشكلة السياسية اما موضوعة العودة للعام 2018 هذه ليس فقط رغبة وكأنه الان السيد الكاظمي يسحب استحقاق المواطن ويجعله على اساس مكرمة يقدمه له مرة اخرى هذا تلاعب بالالفاظ انا اتصور انه الشعب لم ما عد تنطلي عليه هكذا اساليب استاذ نوري دعنا نستعرض بسرعة ما قاله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في تغريدة كرد على طرح السيد الكاظمي يقول السيد الحلبوسي المسار الدستوري الوحيد للانتخابات المبكرة يعني هو يتحدث عن المادة 64 المادة 64 كما هو معروف من الدستور العراقي تقول اولا يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بطلب من ثلثة الاعضاء او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء ثانيا يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية اذا السيد الحلبوسي واخرون يدعونا الى انتخابات ابكر عن طريق حل البرلمان ما المشكلة في ذلك استاذ نوريا ليس هذا هو المسار الدستوري الصحيح هناك تنافس بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وفي تقديرات الشخصية سنشهد خلال الايام القليلة القادمة او اشهر بعض الاشهر القليلة جدا هذا التنافس سيدفو على السطح سواء من قبل تنافس على ماذا تحديدا من الذي يملك صلاحية الدعوة الى انتخابات استاذ نوريا هل هو الشق التنفيذي ام الشق التشريعي من الحكومة الشق التنفيذي بموافقة الشق التشريعي بمصادقة البرلمان بالموافقة البرلمان يقترح السلطة التنفيذية تقترح والبرلمان يوافق على هذا المقترح هذا ما جرت عليه العادة وما تحدث عنه الدستور لا يمكن ان تؤخر الانتخابات البرلمانية على الاعتبار انها حددت بمدة اربع سنوات لكن ممكن ان تقدمها لم يذكر في الدستور لم يتطرق الدستور الى عدم اجراء انتخابات مبكرة وعدم اجراء انتخابات في وقت واحد الا التحدث عن الفترة الزمنية اللي هي اربع سنوات اذا لا يمكن ان تمضي اكثر من اربع سنوات ولذلك في عام 2018 حاولنا تأجيل الانتخابات وكانت مخالفة دستورية لذلك اعود وقول هناك تنافس في ثلاث محاور بين السلطة التنفيذية من جهة وبينما تطرق اليه السيد رئيس البرلمان وبعض من يؤيدوهم من جهة اخرى وبين بعض الاحزاب والكتل السياسية التي ارتأت عند كل انتخابات في شهر نيسان من جهة اخرى اذا هناك ثلاثة محاور تلعب خلال الفترة القادمة الايام القادمة صراعات سياسية قوية يعني شو فرقة مسألة نيسان او يونيو القادم ما الفرق يعني مسألة شهرين هي انتخابات مبكرة سواء جرت في ابريل ام جرت في يونيو يعني عمليا ما الذي يختلف لا من الناحية العملية سيد العزيز دائما ما تكون مراكز الانتخابات اذا نتكلم من الناحية الفنية مراكز الانتخابات تكون هي المدارس المدارس في شهر السادس تكون في فترة امتحانات نهاية السنة في شهر الرابع قد تكون اقل من تلك الفترة المرحلة الاخرى قد تكون مراحل الدعاية وقت الدعاية سيكون في شهر رمضان اذا ما تحدثنا عن اجراء الانتخابات في شهر السادس على اعتبار تحتاج الى مدة شهرين فتكون فترة الدعاية الانتخابية هي خلال شهر رمضان اما اذا كان في شهر الرابع ستكون الدعاية خلال شهر الثاني وبعض الامور الفنية التي تحدثوا عنها قسم الاخوان ممكن ان تترح لكن انا اتحدث عن ما هو ابعد ابعد من ذلك اذا سمعت لي وهو من يريد ان يفرص سلطته وسيطرته وكلامه على الاخر لذلك كان الجميع يدعو الانتخابات مبكرة لم يتحدث احد عن البرلمان لم يتحدث احد سابقا عن الموعد عندما قدم السيد الكاظمي موعد الانتخابات وتكلم عن موعد الانتخابات سمعنا بدأت من هنا وهناك تحديد الموعد الجديدة لماذا لم يتم تحديد هذه الموعد او تقديم مثل هكذا مقترحات قبل ان يعلن السيد الكاظمي عن هذه الموعد وانا اقول هناك ستكون هجمة تجاه السيد الكاظمي بسبب تحديدا لموعد الانتخابات طيب استاذ وائل مسألة حل البرلمان هل هي غير واردة لأسباب لوجستية لأسباب اجرائية لان البعض كما يقول الكثيرون ان هناك امور لم تنجز لاجراء انتخابات حتى في شهر يونيو القادم نتحدث اولا عن ترسيم وتحديد الدوائر الانتخابية الجديدة نتحدث عن تشريع قانون المحكمة الادارية التي تشرف على هذه الانتخابات وتصادق على نتائجها نتحدث عن مسألة حسم تصويت النازحين وتصويت المغتربين وكل هذه الامور هناك الكثير من الامور غير المنجزة المطلوبة لاجراء اي انتخابات ما رأيك في ذلك؟ يعني هو موضوعة الحديث عن حل البرلمان لنفسه هو تحصل حاصل سوف يأتي قبل الانتخابات بشهرين على الاقل سوف يحل البرلمان سواء كان يحل نفسه بنفسه أو من خلال لا بس إذا حل الآن بقرار بتوافق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هذا يحتل اجراء انتخابات خلال شهرين أحسنت نعم فلذلك شلون أكمل بقية القوانين التي تعتمد عليها اجراء الانتخابات بشكل كبير وهو موضوع اكمال قانون الملحق لقانون الانتخابات الجديد هل يقبل أن يكون المواطن على نفس قانون سانت ليغو أم أن القانون الجديد الذي يعتبر مناطق متعددة هو الاسلوب الجديد الذي ندعو إليه فبالتالي لا يمكن حل البرلمان الآن وهذه الخطوة التي جعلت الرئاسات الثلاثة أن تختلف فيما بينها أو تجعلها مشكلة خلاف هذا الذي أقول أنا اعترضت عليه وأشكك ببداية حديثي بالنوايا الحقيقية لإعلان السيد الكاظم السيد الكاظمي يعرف جيدا أن هناك أزمة سياسية وهناك تنافس من قبل السيد الحلبوسي رئيس البرلمان مع الجهة التنفيذية لذلك هو يعرف أن هكذا إعلان في ظل هكذا أجواء كما ذكرت لك العقد الذي عليه إشكاليات كبيرة وتجديد شركات الهواتف النقالة الموظفين نقص الخدمات بالكارباء ذكي الكاظمي أراد أن يطلق هذا البالون لكي يلهي الشعب عن كثير من هذه القضايا وهذه المشكلة الكبرى التي أعتقد وأقول أن لا انتخابات حتى في حزيران القادم أن الكاظم يعلم جيدا أن الوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الأمني للبلد لا يسمح له إقامة انتخابات لكن أراد أن يتشبت وأراد أن يتعامل مع الموقف بشكل أنه هو المنقذ وهو صاحب المنجزات الكبيرة هو جاء إلى رئاسة الحكومة لتحقيق هذا الهدف هذا كان الهدف من قدوبه التي ترأس هذه الحكومة أين كان؟ لماذا لم يعلن عن هذه الرغبة قبل شهر؟ لماذا لجأ إلى أساليب أخرى لاستهداف شريحة المتقاعدين والموظفين وغيرها من أمور ولم يعلن هذا الموضوع قبل شهر أو شهرين؟ أستاذ نوري دعنا نستعرض بسرعة تغريدة رئيس طيار الحكمة عمار الحكيم حول هذا الموضوع السيد الحكيم يقول تحديد موعد لإجراء الانتخابات المبكرة من قبل السيد رئيس الوزراء خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح وهو مؤشر لعزم الحكومة على الإفاء بوعودها ونطالب الجهات التشريعية بمساندتها واستكمال تمرير قانون انتخاب رصين يضمن إجراءها بصورة شفافة وعادلة ومعبرة عن إرادة الشعب وبعيدا عن الضغوط والتسيس إذن أيضا موافقة من السيد عمار الحكيم قطوب أساسي في المشهد السياسي العراقي ولكن الأستاذ وائل يقول لك حتى في شهر يونيو حزران القادم لن تكون هناك إمكانية لإجراء هذه الانتخابات لأسباب سياسية لأسباب اقتصادية لأسباب اجتماعية إلى آخره ما رأيك في ذلك أستاذ نوري أنا أقول حسن النوايا غير متوفر لدى الكتن السياسية ولدى زعماء الكتن السياسية وإلا الكثير منهم تكلم أنه ما على السيد الكاظم هي نقطتين أساسيتين هي إجراء الانتخابات المبكرة ومعالجة الوضع الاقتصادي والموضوع الصحي الموجود في العراق فالرجل ذهب بهذا الخيار الذي كل الكتن السياسية كانت تدعو له لكن عندما دعا إلى هذه الانتخابات يبدو أن هناك كتن لم يرق لها ذلك خوفا من مستقبل الانتخابات لأن ما حصل في عام 2018 بصراحة ينذر بخفر كبير جدا كتن مثل من تحديدا أستاذ نوري حتى نكون واضحين من هي الكتن برأيك التي تعارض إجراء انتخابات مبكرة من يعارض سيد العزيز من يعارض ويعلن معارضة للانتخابات لا 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 لحد الآن لم تعلن الكتن المعارضة للانتخابات لحد الآن لكن أنا أقول مثل ما تفضل ضيفك الكريم قال لك يعني هو بالون وزد لا مو بالون هو حقيقة وقحال لأن الكتن السياسية رادت من السيد الكاظمي أن يحدد موعد الانتخابات وها هو قدم وحدد موعد الانتخابات كيف له عفوا كيف له أن يحدد موعد الانتخابات قبل شهرين وهو صار لشهرين بالحكومة يعني مو منطقي أنه واحد يجي على رئاسة حكومة ويجي يقول اليوم يستلم بعد أسبوع يعلن عن موعد الانتخابات يعني أيضا حدث العاقل بما لا يعقل فنصدق على عقل الله لذلك نحن نتكلم ونقول أنه خلال الفترة الشهرين اللي مضى بها السيد الكاظمي درس الأمور بعض بأشخاص مختصين في موضوع الانتخابات وذهب إلى هذا الموعد كل الزعماء كانوا مؤيدين اليوم من يعترض على موعد الانتخابات المبكرة من قبل السيد الكاظمي فهو فعلا لا توجد لديه نية صادقة بالمناسبة قد تكون هناك معلومات لا أدري مدى صحتها أيضا هذا الموعد بموافقة المرجعية لم تكن المرجعية خارج هذا الأطر لكن هي أيضا دعت إلى انتخابات مبكرة ولذلك إذا ما ذهبنا إلى الناحية القانونية والتنفيذية والدينية نجد هناك عوامل مشتركة تبقى هنا الموقف السياسي من هو صاحب الموقف السياسي على إجراء الانتخابات المبكرة قد تكون هناك بعض الأحزاب التي تخشى من أن تتضرر في المستقبل إذا ما أحدثت مثل هكذا الانتخابات ستعارض الانتخابات لا تحدث في الوقت المتبقي عن هذه الجهات التي يمكن أن تعارض بالمناسبة رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري يقول نرحب بإجراء الانتخابات المبكرة ونعتقد أن الوقت الأفضل لها هو بداية شهر نيسان المقبل من عام 2021 أستاذ وائل من هي برأيك الجهات التي يمكن أن تخسر أن تكون خاسرة من إجراء انتخابات مبكرة سواء في شهر حزيران أو في شهر أبريل أو في وقت آخر من هي الجهات التي لا تريد انتخابات مبكرة كل الكتل السياسية التي لا تريد القانون الجديد أن يكون بدوائر انتخابية متعددة فبالتالي كلها لا تريد الانتخابات بهذا الشكل ولحد لدينا الآن بعض الأطراف الكردية عارضت موضوعة قانون الانتخابات اليوم تقريبا عارضوا قانون الانتخابات لدوائر متعددة وبالتالي لك أن تقيس على كل الكتلة التي ترفض الدوائر الانتخابية المتعددة لأنها تعتقد أنها سوف تفشل فشلا ذريعا أمام رغبة الشارع بإجراء الانتخابات أنا عندما أتحدد لا أعارض موعد الانتخابات إنما أشكك بالنوايا الصادقة هذا فرق كبير ما بين المعارضة لقرار تحديد الانتخابات وبين التشكيك في النوايا لأني لا أرى بمجيء السيد الكاظمي هناك خطط حقيقية لإدارة الدولة تنظي بشكل طبيعي وسلس وانسيابي لذا أرى أن هذه الكتل إن توافقت مع السيد الكاظمي من الممكن أن تأتي وتدعم آراءه وإن خالفه شيئا ما نجد ما تحدث به السيد الحلبوسي مثلا بأنه رفض أن تتدخل أن يكون الأمر للجهة التنفيذية وطبعا القادم من الأيام سينبئ لنا بخلافات سياسية كبيرة لهذا الموضوع موضوع الانتخابات لا تصور سهل بالعراق يعني اليوم السيد الكاظمي عليه أن يتهيأ لتدبير هو رواتب الموظفين اقترض لها قرضا داخليا لتوفيرها لمدة شهرين قادمين فما بالك بأن يوفر مبلغ مئات الملايين من الدولارات للانتخابات طيب أستاذ نوري يعني ما الذي نتوقعه هل ستتم بالفعل هذه الانتخابات سواء في يونيو أو في أبريل أم سننتظر إلى العام التالي وهو العام يعني موعد الانتخابات العادية وليست المبكرة هل بالإمكان الانتظار إلى ذلك الوقت يعني بعض الكتل التي لا تؤيد السيد الكاظمي في الخفاء تريد أن تجري هذه الانتخابات وبأسرع وقت في صراحة لأنها لا تريد أن يستمر السيد الكاظمي في رئاسة الوزاع ولذلك الطريقة الوحيدة للتخلص من السيد الكاظمي هي بإجراء انتخابات مبكرة وأعتقد هذه الكتل لها نسبة كبيرة في مقاعد البرلمان وتستطيع أن تجرى هذه الانتخابات لكن من الناحية اللوجستية أنا في تقديراتي أيضا أقول أنه طالما هناك قانون الانتخابات متعارض عليه داخل قبة البرلمان هناك كتل سياسية لها ثقلها داخل قبة البرلمان تذهب باتجاه الدوائر المتعددة وهناك كتل سياسية تريد أن تبقي على القانون القديم الذي جرى الانتخابات له في عام 2018 هذا التنافس ماذا سيخلق لنا في المستقبل في الأيام القادمة أثناء عقد الجلسات البرلمانية لذلك هو الموضوع معقد بشكل كبير في تقديراتي الشخصية السيد الكاظمي أدى ما عليه لكن أنا أيضا أقول قد لا تجرى الانتخابات في الوقت الذي حدده السيد الكاظمي على اعتبار أنه ستكون هناك خلافات سياسية ليس بسبب الكاظمي لا تجرى الانتخابات لكن بسبب الكتل السياسية لن تسمح له بإجراء الانتخابات شكرا جزيلا لك الأستاذ نوري عبدربو عضو مجلس النواب العراق السابق كان معنا من أربيل الأستاذ محمد نوري عبدربو أشكر ضيفنا من بغداد الأستاذ وائل الركابي الكاتب والباحث السياسي كان معنا أيضا من بغداد شكرا جزيلا لكما قبل تجريا لك و شكرا جزيلا لك من قبل في قمتال